اشتركوا في القناة والغريبة اللي مرت عليك وأنت مجاور للإمام علي بن موسى الرضا من القصص من هالكرامات من كذا قال لي كنت أنا قبل منتصف الليل أذهب في كل ليلة إلى حرم الإمام الرضا عليه السلام لك أصلي صلاة الليل وأقرأ قرآن وبعدين أرجع إلى البيت يقول ليلة من الليالي وأنا رايح شفت فرد شاب هذا كثير التوسل بالإمام وميذل يتصاغر يطلب من الله سبحانه وتحالى بحق الإمام علي بن موسى الرضا ويسأل من الإمام علي بن موسى الرضا قضاء الحاجة يقول أنا ذهبت إلى الإمام سلام الله عليه أصلي يقول لذيك الليلة شاب يجاني قال لشيخنا سلام عليكم السلام فضل قال أنا صال لشهر زمان كل أجي للإمام الرضا وأسأل الله وأطلب من الإمام أن يدعو لي في قضاء حاجتي ونحن نقول لأئمة يطون الحوائج يعني هم الواسطة والوسيلة إلى الله سواء واسطة مباشرة أو بفيوضاتهم الإنسان يحصل على نتيجته هنا هذا في عقيدتنا جيد فشلون أنا صال لشهر زمان أجي أطرق باب الإمام وحاجتي ما تنقضي شنو أنا الوحيدة للإمام سلام الله عليه ما يقضي حاجتي خلو الناس هواية تشوف لهذا اللي يجي عنده مريض هذا اللي يجي عنده حاجة وتوك كثير من الناس حوائج شنو تنقضي ايش معنى أنا وكل يوم وما تنقضي لحاجتي يقول أنا سكتت ما قلت شي قلت بالنتيجة يمكن أكون مصلحة لأن الإمام يقول نحن أعرف بأنفسكم من أنفسكم أنا أدري مصالحكم شنو وإدري بقلوبكم شكوا من حجاية من اللي يجي يجيت أطلع هذا الشاب يجي وياي يقول أنا ما خليت شي أتوسل بي أريد هذه حاجتي وأجي كلهم بقصد قضاء الحاجة وما حاجتي ما تنقضي يقول إلى أن مررنا بقبر الشيخ البهائي أحد علمائنا الأعلام رضوان الله تعالى عليه يقول وقفت على قبر الشيخ البهائي أقرأ الفاتحة يقول قل لي هذا منه بعضناهم صاير أنت صاير وياك من تطلب من الحسين ما تقضي تروح وفلان مكان هم تطلب تروح وفلان مكان هم تطلب وما تخلي مكان إلا وتطلب نفس الحاجة لكن أتعممها على الكل تطلب من الكل بالنتيجة إذا انقضت حاجتي واحد من اللي أطلب منهم أصاب حاجتي وشكيل يقول أنا وقفت قمت أقرأ الفاتحة قال لي هذا منه قلت هذا من أحد علمائنا الشيخ البهائي إلى مقام إلى منزله إلى مكانه عند الله سبحانه وتعالى يقول سألني قال لي شيخني هم يقضي حوايج هم يقضي حاجة قلت له ما أدري جرب أطلب من الله وليس على الله ببعيد يقول بالنتيجة هذا ما أدري همش نذر أشح مطلب يقول بالنتيجة أخذ رقم تليفوني كذا قال لي شيخنا إن شاء الله حاجتي تنقضي وأبشرك يقول راح بعد ثلاثة يام خابرني فرحان مسرور قلت له خيرا قال لي شيخنا الشيخ البهائي بالنتيجة قضاه سوى شغلة قلت له شلون قال شيخنا أنا صال لي فترة أحب لي فرد بد وعدة مرات تقدمت لخطبتها هل هي رفضون يرفضون أريدها هاي لابنية عاجبتني أريدها ماكو علاقة بيناتنا لا حب لا شيء لكن أريدها أختارها زوجة لشريكة لحياتي وهوايا معجب بيها عدة مرات رح تخطبها وما تصير القضية يقول إلى أن اجيت للإمام الرضا أتوسل بالإمام وأسأل الله بحق الإمام إلا أن يلين قلوب أهلها وزوجون إياها وهي أم تقبل شهر الزمان يقول أنا كل ليلة عند الإمام ذيك الليلة أنت من إجيت ومرينها على الشيخ البهاي سألت الله بحق هذا الولي بحق هذا العالم بحق هذا المؤمن يقول يوم الثاني أنا نايم اليوم الثالث قلت قلت خلي أجرب مرة ثانية إماما قومي خابريهم علوا عسى يفتحون مجال يقول خابرتهم اليوم ردوا علي قالوا حياكم الله تفضلوا تعالوا خطبوا الشيخ البهاي رتبه أي مستانس فرحان زين راح بعد يوم قال شيخنا اليوم الخميس تعال العقيد أنت اللي تعقد لي ببركاتك يقول إحنا هم رحنا وعقدنا للشاب وفراح وبهجة وسرور ومن أحلى ما يكون يقول بعد أسبوع زمان من العقيد فرد عشر أيام أسبوعين مرت وإذا بالشاب خابرني سلام عليكم وعليكم السلام شيخنا تفضل حبيب إش عندك أنت وين قلت لأ أنا بالمكتب قال أنا جايك يقول هالنوب طب علي نفس الشاب وجهه شاحب أعصابة تلفانة متأذي شنش عندك قال لي شيخنا أريد أطلق ما أريدها أريد أطلقها بابا ليش متوقع أنتوا عاقدين أسبوعين زمان صار لكم أنت ذبحت نفسك ما خليت إمام رضا ما خليت كذا ما خليت إمام زادة ما خليت عالم وهس بعد هالهوسة كلها منتزوجت وعقدت هس تريد اطلق حرمتك اي نعم أطلق ليش قال شيخنا ذاك اليوم أنا خلصت من عملي قلت خليم تدري بعد معاريس جدد خلي أروح قبل على زوجتي أقعد وياها شوية وكذا يقول هالنوب أجيت طبوت للبيت بالصالون قبل لا أطب للصالون أسمع الصالة يعني أسمع ضحك وقهقه وصوت زوجتي وصوت شباب أولاد يقول فتحت الباب شفتها قاعدة بلا حجاب مع شابين بيتهم يا سبحان الله هذيلي منه أخوانيك أهلا وسهلا أخوانيك من الرضاعة شكوا بيها إعيال أخوتيك إعيال خواتيك منه أخر منه خنفتهم هذيلي اللي أنت قاعد أقبالهم بدون محر يعني يعني هذيلي محرم ولا غير محرم خصوصا أنت شايل الحجاب عن راسك قاعدة سفور أمامهم تعال تعال حبيبي خير إن شاء الله هذيلي منه تعال أعرفك على ابن خالي وابن عمي ابن خالك وابن عميك شعر شون أنت قاعد قدامهم بدون حجاب لا لا هذيلي بمثابة أخوتي بابا الشرع ماكو بمثابة إذا أخوتك شي للاحجاب إذا مو أخوتك محرم عليك ما يجزل بدون حجاب تقعدين وياهم حتى لو كانوا أقرب الناس إلي قل قلت لها بابا ما يصير لبس حجاب قالت لي شوف أنت لازم ما تكون من هالرجعيين اللي كل شي بنمط التدين ما أريدك كون متحرر صير سبورت صير جنتل هذا ليس الباسي أريد أطلق يقول أنا هنا أنا على طول هالحجاج أجتب رأسي قلت تعال تذكر يوم نصادفتك عند الإمام رضا عليه السلام وقلت لي أنا صالي شهر زمان جاي أطلب من الإمام أن يسهل الأمور يزوجني والأمور ما تستجاب تدري ليش قال ليش قال لي أن الإمام يدري أنه زواجك من هاي ما بمصلحة فمن أول يوم راد يمنعك عنها أنت ما قبلت وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم